فرس الأحلام جينا بقى على المنطقة الحساسة ايه أخباره معاكي؟ الحمد لله كويس زهر ولا ليسا؟ يعني موضوع ايه الصفة اللي مش ممكن اللي مش ممكن ما تكونش موجودة في راجل انت بتحبيه؟ انه ما يبقاش طموح عشان انا طموحة واكتشفت انه الصفة دي معرفش اتعامل مع حد او اكون يعني تخيالي مثلا انا طول النهار والليل زي شخصيتي بقول انا نفسي اعمل كذا ونفسي ابقى كذا ونفسي ابقى كذا ونفسي افتح شركة كذا وكل الاحلام بقى اللي انا فهمة كل عشر دقيق بطلع بيها نفسي ان انا اعملها وقعدة بتكلم مع حد بلا طموح مش هحس ان انا حتى على راحتي يعني ان انا اعرف اتكلم بالذات عشان انا واحدة بجري على احلامي وبحاول ان انا بحققهم فهحس ان احنا مختلفين التفكير بزيادة وبحس انه انه شخص طموحه حد بيجري وراء طموحه احلامه ده بيحببني فيه بيحسسني ان هو عايش لحمه دم سخنه بيجري وراء حاجة بيحب حاجة بيعرف ان هو يحب حاجة وزكي كفاية ان هو يعرف يحقق الشئ ده ولو حققه هينجح فيه عشان هو اللي فكر فيه هو اللي حلم بيه هو اللي خلقه وعمله لنفسه فبتدي يعني هي مش بس التموح بس هي السلسلة اللي بتيجي ما بعد التموح كمان فبحس ان دي دي صفة انا دي صفة مهمة جدا عايزيها جدا في رابل طبعا انا يعني انا لازم نفكر في حاجة تبقى حقيقية وفي نفس الوقت ما هو اكيد مثلا مش هنقول اللي هو مش بيجدب مش بيخون مش بيقول الحاجات الكلاسيكس يعني فهمها ده اي بي سي يعني مش هنتكلم فيه اساسا بس انا بتكلم على صفة فعلا بتفرق في اليوميات بتاعت اثنين عاشين مع بعض صح طبعا حس او فكرتي في وقت من الاوقات ان ممكن يكون شغلك مع الطالق عن التجربة دي ولا بصي هقولك بصراحة يعني اكيد سعد انا جاية معك بصراحة انا انا حسة انا حسة انا حسة احنا اتنين اصحاب عاديين منتكلم عادي 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 ما هتجينا بوعيين انه احنا فيه راديو فيه ناس وبتاع بصي هقولك زمين انا كنت ساعات بتكسف من شغلي كنت بحس انه لا وطي الطون شوي ما تنجحيش قوي كده علشان هو ما يكسفش او ما يكشش او ما يحسش انت احسن منه مع الفكتر منه واتقفر ايا كان فاهمكي وبالتالي بدأت تبقى مشكلة عندي بس انا استاب فيها انا اللي عملت المشكلة دي بس لو انا اللي هي الحتة اللي انا وصلت لها واخدت معايا وقت ان انا اعرف اوصل للحتة دي ان انا اكون عارفة انه امينة شاكب ركب كده هي فنانة وهي انسانة وهي حاجات كتيرة جدا في بعض وهي صحبتك وهي صحبتك وهي بنته وهي اخته وهي وهي كلها نواحي بس هي في الاخر هي شخصية واحدة وان انا لازم اكون فخورة بان انا بعمله ما ينفعش انه اكون جوايا للإحساس ان انا لا ديم داون يور لايت يعني انا مش هعمل كده خالص وما فيش حد يستاهل ان انا اعمله كده ما ينفعش ان انا اكون بعود في الصخر ويعني فهمه عشان اوصل لحاجة واوصل لنجاح وان انا احقق احلامي بس حد يجي يقولك اصله لأ مش عاجبني بقى خالص يبقى انا غلط يبقى انا مختارة شخص غلط صح فبالعكس انا لازم اكون واثقة من نفسي جدا ولازم اكون عارفة انه دا انا وانه الشخص اللي هيجي ويحبني بجد وانه علاقتي انا وهو تبقى علاقة صالحة بجد هيحبني بكل ما فيه هيقبالك زي منتي زي منتي وهيحبلك نجاحك طبعا وهيبقى بيشجعك وفي رجالة فعلا كده موجودين هم قليلين بس موجودين لأ موجود يعني في رجالة وهيبقى واثق من نفسه لدرجة كافية انه نجاحي مش هيهزه بالزبط خالص بالعكس نجاحه نجاحي انا من نجاحه ونجاحه من نجاحي وانه هيبقى فخور بي قوي ايا كان انا نجاحي وهيوصلني فيه ان شاء الله يوصلني من السماء بتحسي ان الراجل الشرقي فيه شوية عنده في صامف الشخصية او منقسم بساعات اه لا ما اقدرش ان انا اقول الراجل الشرقي هو العام الراجل بشكل عام البني ادم بشكل عام كلنا لحمه دمه كلنا عادي انه الشيطانة يلعب في دماغنا وانه احنا نبقى بنفكر في حاجات غريبة او نحس ب بإحساس الانتمديشن يعني ده ده ما يطبقش على راجل او ست ده اي حد على فكرة طب ما انا ممكن نبقى انتمديتد من الناس معونا انتمديتد من من الناس معينة حتى لو العقل والمنطق بيقول لا خالص بس احساس عجبني صراحتك وعجبني طريق التفكير في المرحلة دي وخليكي متمسكة بدا لان ده فعلا هو دي الطريقة الصح ما تتغيريش اللي هيحبك هيحبك زي منتي واللي عجبه عجبه اللي مش عجبه مش مهم خلاص يسعده ويبعده ويسعده ويبعده ويسعده برافو نهو لاشو عارف في النهاردة يسعده ويبعده لو حد ايه قالك يا انا يا التمثيل سخيف قوي السؤال ده لو يا انا يا التمثيل تعاملي ايه ساعتها التمثيل معادة لو الشخص اللي بيقول كده هو ابني او بنت ساعتها هيبقى انت او انت يا ايه تجنيني اوه 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 طبعا